الحالات الميضية تسبب تغيير في حجم خلال دم الحمر أولا أن حجم خلال دم الحمر يتراوح من 7 إلى 8 ميكرو متر وليصلنا بالMCV Main Corpuscular Volume والMain Corpuscular Volume أي الحجم الكروي لخلية دم الحمر وهذا يتم قياسه عن طريقة الأجهزة عن طريقة تقنية مثل خلال دم الحمر يتراوح من 80 إلى 100 متر للقياس حجم خلال دم الحمر يتم قارنتها بنواة خلية الليمفوسايت والليمفوسايت هي أحد خلال دم الحمر للوظيفتها الدفاعية أيضا يتراوح قطر النواة خلال الدم الحمر حوالي 8 ميكرو متر يتم قارنتها إلى حجم خلال دم الحمر التي قريبة عليها إذا كانت نفس الحجم تعتبر طبيعية إذا كانت أصغر من ذلك يستخدم مصطلح المايكروسايتك أكبر من ذلك يستخدم مصطلح المايكروسايتك الآن سنتعرف على الحالات المغاضية التي تتسبب تغير في حجم خلال دم الحمر أولا حالة المايكروسايتك وهي الحالة التي تكون فيها خلال دم الحمر حجمها أصغر من الحجم الطبيعي أي يتراوح حجمها أقل من 7 ميكرو متر وحجمها الكروي أو ميس MCV أقل من 80 في توليتر ترافق هذه الأمراض أولا مرض الثلاثيمية مرض الثلاثيمية هو مرض جيني يصيب بروتينات السايتوكلازمية في مركب الهيموكلوبين كأن تكون أي يحتوي مركب الهيموكلوبين في إنسان بلغ على 2 من بروتين الألفا هو 2 من بروتين البيتا لسبب هذا يخير الجيني إنتاج بعض هذه البرتينات السايتوكلازمية ما يسبب طرر أو انعدام تركيب أو حدوث خلل في تركيب الهيموكلوبين الحال الثاني هي حالة تعليمية بعض الأمراض المناعية أو بعض الأمراض المزمنة تؤثر على عملية تخزين الحديد وصناعة الهيموكلوبين بواسط الحديد وهذا ما يؤثر سلبا على إنتاج أو تكوين الهيموكلوبين حالة الثالثة هي حالة Iron Deficiency Anemia وهي حالة التي يكون فيها السوء امتصاص في أنصر الحديد لا يستطيع الجسم الاستفادة منه أو وصول إليه مما يسبب تلفا في أو خلل في تركيب الهيموكلوبين حالة Elite Poisoning Elite Poisoning هو الرصاص الرصاص عندما تعرضه الكمية الكافية أو كمية كبيرة يسبب تسمم هذا التسمم أحد صور هذه التسمم هو أنه يتعرض مع عملية إنزيمية في تكوين الهيموكلوبين مما يسبب تلفا في تركيب وإنتاج الهيموكلوبين وبالأخص تكوين الحديد أو عفوا إرفاق الحديد في مركب الهيموكلوبين حالة Sidroplastic Anemia وهي الحالة التي يكون فيها نقص في فيتامين بي سيكس وهذا الفيتامين بي سيكس كذلك يدخل في عملية تركيب التكوين الهيموكلوبين وعندنا عندما يسبب تلفا في تكوين الهيموكلوبين فأن كل هذه الحالات تسبب تلفا في تكوين الهيموكلوبين وأن من الصور تلفا في الهيموكلوبين وهو خلايا الدم الحمر أولا بحجم صغير والشيء الآخر هو أنها تكون عدمة الصبغة أي أن التصبيق لها تكون ذات صبغة قليلة كمان لاحظنا في هذا الصورة أولا حجمها صغير مقارنة بنواة اللي هي الهيموكلوبين وكذلك تكون عدم صبغة الهيموكلوبين التي توجد كما قلنا في منتصر في المهاضرة السابقة فأن الوجود الهيموكلوبين يعطي صبغة أو شباب الوردية في منتصر في الهيموكلوبين فإن قلته بسبب أن عدم أو قلة صبغة الهيموكلوبين هنا حالة الماكروسايتك RBC أو أي عندما تكون خلايا الدم الحمر بحجم أكبر من 8 ميكرو متر وحجم كروي أكبر من 100 في تورداتر إن من الأمراض المسببة لهذه الحالة في حالة كون خلايا الـ RBC بيضوية إن سيرف الرئيسي هو مرض ميقالي بلاستيك أنينيا وهي حالة التي يكون أنها كفقر أو نقص في الفوليك أسد والفيتامين B12 بهذه الحالة يحصل هناك خلل في تركيب الغشاء أو حجم جذار خلايا الدم الحمر بما يسبب كبر في حجمها بسبب نقص هذه العوامل إذنها تدخل في أعمل التكوين عن الخلية عندما تكون خلايا الدم الحمر بشكل كراوي هناك ثلاثة أمراض تسبب هذا الشيء أولا النانميجابلوبلاستيك أنيميا وهذه الحالة التي يكون فيها الـ التفرق الحل أوله كذلك تطهر في حجم كبير ولكن ليس بيضا ولكن دائري أو كراوي من أسبابها هي تناول الكحول، أمراض الكبد وغيرها أمراض الكبد تسبب عدم انتظام في تنظيم الدهون وهذه الدهون تتراكب في خلايا الدم الحمر أثناء تكوينها مما تعطيها حجم كراوي وكبير نسبياً بعض الأمراض السرطانية مثل يسبب طفرة جينية تسبب زيادة في حجم الخلية أو عدم انتظام التركيب أو النمو الخلية بصورة طبيعية مما يسبب زيادة أو طفرات في حجمها التركيبي طبعاً في حالة الميجابلوبلاستيك أنيميا يحصل هناك خلل في الحامض النوري لخلايا الدم الحمر بسبب تنقص هذه العوامل هذه ناصرة توضح حجم خلايا الدم الحمر يلاحظ أن خلية الدم الحمر الواحدة أكبر نسبية من النورات الخلية المفاوية كما تشاهدونها نظر إلى الحجم الكبير فرقها عن خلايا الدم الحمر الطبيعية أو في الحال الأول